أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الأخبار العاجلة والحصرية التنسيقي ينهي الجدل هذا هو رئيس الوزراء المقبل ولكن كشف القياد في الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشعية علي الفتلاوي عن نهج رئيس الوزراء الذي سيقود المرحلة المقبلة في العراق وقال الفتلاوي أن رئيس الوزراء الجديد سيكون قويا وكفوء ونزيه وشخصية غير جدلية ولديه خبرة سياسية وهذا ما يبحث عنه الإطار التنسيقي الشيعية بعيدا عن الأسماء وبيّن أن قادة الإطار التنسيقي يبحثون عن مواصفات رئيس الوزراء قبل اسمه واختياره سيكون بالاتفاق والإجماع بين جميع قوى الإطار لكن حتى الساعة لم تصل المناقشات إلى طرح الأسماء بشكل رسمي لكن البحث حاليا عن المواصفات وفتحت استقالة التيار الصدري الفائزة بالانتخابات الطريقة أمام الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة حيث يستعد للتباحث مع باقي الكتل السياسية لتشكيل رئاسة الوزراء المقبلة جاهزة لدينا مستشار الكاظمي يتحدث عن تفاصيل موازنة 2022 وموعد إرسالها للبرلمانة حيث جدد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال وبحسب قرار المحكمة الاتحادية من إرسال الموازنة إلى البرلمانة مؤكدا جهوزيتها لدى الحكومة وقال صالحة في حال شكلت حكومة في شهر آبا أو أيلولة فبالإمكان تمرير موازنة تكون على شكلين الأول يضم فيها مصروفات السنة أي من شهر كانون الثاني إلى موعد إقرارها والشكل الثاني فيها يتضمن موازنة لمصروفات ما سيتبقى من السنة وأضاف أنه لا يمكن إرسال الموازنة في الوقت الحالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية من قبل حكومة تصريف الأعمال إلا أن نص موازنة 2022 كمسودة جاهز لدى الحكومة لا ولاية ثانية للكاظمي رسالة ممانعة متفق عليها تغلق الطريق أمام رئيس الوزراء حيث كشف الإطار التنسيقي عن اتفاق بين القوى السياسية يخص منصب رئاسة الوزراء وقال القياد في الإطار علي الفتلاوي إن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على رفض تولي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة وهذا الأمر متفق عليه بالإجماع داخل الإطار وأضاف أن الكاظمي أخفق في الكثير من الملفات المهمة بل حكومته كانت صانعة للكثير من الأزمات خصوصا الاقتصادية والمالية مبينا أن حكومة الكاظمي شهدت تراجعا كبيرا في الملف الأمنية ولهذا لا يوجد أي مبررة لتجديد الولاية له استلم راتبك من الصين رسالة من مصرف الرشيد إلى المتقاعدين تثير السخرية حيث أثارت رسالة باللغة الصينية بعثها مصرف الرشيد إلى المتقاعدين من الذين موطنتوا رواتبهم لدى المصرف السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر عدد من المواطنين تدوينات في الفيسبوك تفيد بوصول رسائل نصية من مصرف الرشيد غير مفهومة باللغة الصينية بدل إشعار رواتبهما وعبر عدد من المواطنين عن سخريتهم من الخلل الذي طال إشعار الرواتب لدى مصرف الرشيد جاعيا إلى معالجة الفوضى التي أربكت إشعار الراتب نتيجة الإهمال الحكومي للقطاع المصرفية الكشف عن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التوافق أمر حاصل حيث كشف النائب عن كتلة بدر البرلمانية مهدي تقي عن موعد عقد جلسة البرلمان العراقية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وقال تقي أن عقد جلسة البرلمان العراقية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ستكون بعد بدء الفصل التشريعي الجديد أي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وهذا الأمر عليه توافق بين الكتل والأحزاب السياسية وبيّن أن الوقت من الآن لغاية عقد الجلسة كاف لحصول اتفاق كردي كردية على مرشح رئاسة الجمهورية وفي حال عدم حصول الاتفاق فسيتم عقد الجلسة وسوف يدخل الكرد بأكثر من مرشحة ويبقى تصويت النواب والفيصلة لحصم انتخاب رئيس الجمهورية شرطة بغداد تحذر من بيع ألعاب الأطفال المحرضة على العنف حيث حذرت قيادة شرطة بغداد من بيع ألعاب الأطفال التي تستخدم فيها الصشم والليزرة وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد أنه استنادا لما جاء بقانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم 2 لسنة 2013 وحفاظا على سلامة الأطفال الأبرياء من الإصابات التي تسببها لعاب الأطفال التي تعمل بالصشم حذر قائد شرطة بغداد كافة أصحاب محلات بيع ألعاب الأطفال سواء بائع الجملة أو المفرد في الشورجة أو خارجها من بيع ألعاب الأطفال التي يتم فيها استخدام الصشم والليزرة وتابع البيان أن قائد الشرطة وجه كافة مراكز الشرطة وأفواج الطوارب متابعة ذلك وإلقاء القبض على المخالفين حسب القانون وزارة التربية تحدد موعد توزيع نتائج الثالث المتوسطة حيث كشف مصدر في وزارة التربية إكمال تصحيح الوزارة الدفاتر الامتحانية لجميع مواد مرحلة الثالث المتوسطة باستثناء مادة واحدة مبينا أن إعلان النتائج سيكون قبيل عطلة عيد الأضحى التجارة تعلن توزيع مفردات السلة الغذائية الخامسة دفعة واحدة حيث أعلنت وزارة التجارة عن توزيع مفردات السلة الغذائية الخامسة دفعة واحدة لجميع المواد وقال معاون المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة طالب عباس حسن إن هناك مطالبات من المواطنين بأن يكون توزيع السلة الغذائية على دفعة واحدة وليست مجزئة وأضاف أن تجزئة السلة الغذائية يحصل بسبب استيراد مواد السلة الغذائية من عدة مناشئة مختلفة وكذلك دخولها إلى الفحص النوعية مما يجعل توزيع السلة على دفعات وهذا ما حصل في شهر رمضان مشيرا إلى أن السياق في توزيع السلة الغذائية هي أن تكون دفعة واحدة ولكن رئاسة الوزراء وجهت بتوزيع وجبتين من السلة الغذائية في شهر رمضان مما أدى إلى حصول زخمنا وتوزيع السلة على أكثر من دفعة ولفت حسن إلى أن وزير التجارة وجه بتكثيف الجهود لإطلاق السلة الغذائية لدفعة واحدة وهذا ما سيتم العمل به مستقبلا في الأشهر القادمة ما مصير منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي بعد استقالة الزاملي حيث أعلن السياسي المستقل عائد الهلالي أن الوقت لا زال مبكرا للحديث عن النائب الأول لرئيس البرلمان إضافة لرئيس الوزراء المقبلة مبينا أنه كل ما يدور في الإعلام من تسريباته هي لمعرفة مقبوليتها من الشارع وقال الهلالي أن الكتلة السياسية لا يوجد لديها شيء جدية قد وصلت له إلى الآن فلا زالت المشاكل هي السمة الغالبة على المشهد السياسية وبيّن الهلالي أن الكرد إلى الآن غير متفقين على شيء معين وأن الإطار يدفع بأن يكون هناك توافق على شخص رئيس الجمهورية من قبل المكون الكردية لغرض تمريره في جلسة البرلمان التي ستحدد لاحقا للتصويت على الرئيس وقد يكون فيها تكليف رئيس الحكومة المقبلة ترجمة نانسي قنقر